السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع اليوم سنعرض عليكم بعض التجارب التي قام بها الأخ وليد المعولي من محافظة الباطنة وبالتحديد من وادي المعاول في عملية تطعيم للكثير من أنواع التين البري الذي نسميه نحن أحيانا هنا محليا بالسقبط أو أحيانا بالسقبط ويسمى أحيانا بالحماط ويسمى بأشياء كثيرة جدا كالسقم والسقب وكثير من الأسماء قام الأخ وليد المعولي بعملية تطعيم كما ترون الآن أمامكم في التين البري وقام بتطعيم شجرة براون تركي وهذا على ما ترون نتائج التطعيم بعد مرور تقريبا خمسة أشهر لاحظ وين وجود النمو هذه الشجرة التين البري ونحن نعلم أن التين البري ينبت عن طريق البذور من التين الذي نزرعه نحن حاليا كما تلاحظون حاليا هذه هي منطقة الالتحام ما زال موجود فيها اللزق واللهم صلي وسلم على الإثمار وفي ظرف فقط خمس أشهر هذا دليل أيضا أن التين البري ممكن تطعيمه بالتين المحلي المعروف بأنواع كثيرة جدا وهذه هي واحدة من التجارب التي قام بها الأخ وليد الأخ وليد أيضا قام بنفس التجربة في شجرة أيضا سقبت أخرى أو في شجرة تين برية أخرى وأيضا بصنف براون تركي ما تراه الآن هو نتيجة خمسة أشهر واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد انظر إلى الإثمار وكميتها وقام الأخ وليد أيضا بتغطية الثمار خوفا من هجوم الطيور عليها بأكياس كما هو واضح الآن أمامه وكما تعلمون عزائي المشاهدين الكرام أن التين البري ينبت عن طريق البذور وينقسم إلى ثلاثة أجناس أما أن تكون مذكرة أما أن تكون مؤنثة وأما أن تكون ذاتية التلقيح وفي كل مرة بالبذور يصدر لدينا صنف جديد ويكون في أغلب الأحيان مغاير عن الأم ويكون أيضا مختلف جينيا عن الشجرة الأم هذا كما تلاحظون منطقة الالتحام منطقة التطعيم ما زال بقايا اللزق موجودة في المكان والحمد لله رب العالمين ما تروه أمامكم فقط في ظرف تقريبا خمسة أشهر للتين البراون التركي والتجربة ما زالت قيد الملاحظة هنا قام الأخ أيضا وليد أيضا بنفس التجربة ولكن هذه المرة قام بعملية تطعيم التين المحلي العماني المعروف بتين وادي المعاون ما تروه الآن أمامكم هو نتيجة تقريبا سنة كاملة في التطعيم انظر إلى منطقة الالتحام عن طريق القم القلمي وهي من أجمل طرق التطعيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الإثمار موجود ولو نرى الآن بعد قليل أين نمت هذه السقبته أو التين البري في مكان حقيقة الأمر سقطت البذور قد تكون هذه البذور انتقلت إلى هذا المكان عن طريق الحيوان أو عن طريق طيري أو عن طريق حتى الإنسان الأخ وليد أيضا قام بتجارب أخرى في عمليات تطعيم قام بها في السدر البري ونجحت ولله الحمد والمنى هنا سأعرض لكم أن الآن أيضا تجربة أخرى قمت أنا بها وهي عملية أيضا تطعيم في شجرة تين عن طريق الترقيد الهوائي شجرة تين وجدت فيها تقريبا خمسة فروع وهي عن طريق الترقيد الهوائي لتين عماني محلي قمت بعملية تطعيمه والآن هو ما زال داخل حاضنة هذه الأنواع وكتب طبعا فيها الأسماء هذا واحد من الأنواع كما تلاحظون على جهة اليسار وقمت ولله الحمد بتطعيمه عن طريق القمي ونلاحظ الحمد لله استقابة في جميع الأغصان هذا نوع آخر أيضا بنفس الطريقة وهذا النوع الثالث وكذلك أتركت للشجرة نفس النوع هذا النوع ما طعمته تركته بنفس نوع الشجرة العماني الأحمر هذا النوع الأسباني الأخضر أيضا وضعته هنا والآن عمر التصوير تقريبا خمسة أيام ولله الحمد الأمور طيبة تمام التمام هذا النوع لبراون التركي كان وقت التطعيم تقريبا في بداية شهر اثنين من هذه السنة ووضعت فيها بعض الكتابات حتى أقوم بعملية تمييزها لاحظ ما شاء الله اللهم صلي وسلم الآن هي داخل كامل هذه داخل حاضنة حاضنة كبيرة سأصورها إن شاء الله لاحقا إذا وقت مثل هذه النموات قم بعملية زالتها هذه هي استقابة لله الحمد ونجحت والشكر الموصول لكم وبرك الله فيكم وجزاكم الله الجنة